مرحبا بكم أنا جرير دبابني وبدايتنا في الحرة الليلة من إسرائيل حصل المعسكر المؤيد لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو على 52 مقعد حتى الآن بعد فرز 97% من أصوات الناخبين فيما حصل المعسكر المعارض له على 56 مقعدا دعت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية إلى التريث حتى الانتهاء من فرز الأصوات لمعرفة توزيع المقاعد بين الأحزاب وقالت إن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ستعلن يوم الجمعة في ظل تلك المعطيات تتجه الأنظار نحو القائمة العربية الآن التي قد ترجح كفة الفائز رغم عدم انتهاء فرز الأصوات لم يتردد رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو بالإعلان عن أن حزبه حقق إنجازا عظيما وأضف أنه سيبذل كل جهد مستطاع خلال الأيام القريبة لتشكيل حكومة مستقرة ما تفرضه تحديات الساعة هو حكومة مستقرة لدولة إسرائيل ولا يجوز بأي حال من الأحوال جر إسرائيل إلى انتخابات جديدة خامسة يجب أن نشكل حكومة مستقرة الآن أما زعيم المعارضة يئير لبيد فأوضح أنه فخور بالنتيجة التي حققها وأشار إلى أنه بدأ بإجراء اتصالات مع رؤساء الأحزاب المعارضة لنيتنياهو وأكد أنه سيعمل كل ما بوسعه لتشكيل حكومة عقلانية على حد وصفه حتى هذه اللحظة نجحنا في منع تشكيل حكومة بأسوات الكهنيين العنصريين والظلميين لقد بادت المحادثات مع قادة كتلة التغيير وسننفعل كل شيء لتأسيس حكومة عقلانية في دولة إسرائيل وقد بدأت الاتصالات تجري مع الأحزاب التي قد تشارك في اتلاف من أجل توصية الرئيس الإسرائيلي ريوفين ريفلين من هي الشخصية التي ستنطبها مهمة تشكيل الحكومة عادة يكلف الرئيس رئيس الحزب الذي يحظى بدعم أكثر الأحزاب في الكنسة وليس بالضرورة الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ويعد تجاوز القائمة العربية الموحدة نسبة الحسم نكسة لاستطلاعات الرأي التي رجحت خسارتها ورغم عدد المقاعد الضئيل الذي حصلت عليه إلا أن رئيسها منصور عباس قد يكون بيضة القبان لتشكيل اتلاف مع لبيد أو نيتانياه مهمة إقناع الأحزاب في تكلف نيتانياه أو لبيد في تشكيل الحكومة القادمة بدأت فعلاً لكن يبدو أنها أكثر تعقيداً في معسكر المعارضة بسبب التناقضات في مركباته السياسية يحيى قاسم الحرة تل أبيب لماذا انخفضت مكاسب الليكود؟ يجيب على هذا السؤال ضيوفه معي من بئر السبع سعيدة الخرومي وهو عضو الكنيسة عن القائمة العربية الموحدة ومن تل أبيب أرييل بوشتين الكاتب في صحيفة إسرائيل هايوم مرحباً بكم شكراً لتلبية الدعوة تفضل أستاذ أرييل لماذا هذا الانخفاض في مكاسب نتانياهو في المقاعد حتى الآن؟ أعتقد أن النتيجة هي فوز كبير للجناح اليميني في إسرائيل خاصة حزب الليكود ليس فقط أنهم حصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالمقارنة مع الطرف الثاني أو الثالث الفرق كبير جداً هذا يعني أن أغلبية الإسرائيليين يودون أن يارو رئيس الوزراء نتانياهو يستمر في وظيفته كرئيس للوزراء أمامه مهمة صعبة تشكيل تحالف حكومي وأعتقد أنه سيتمكن من تشكيل الحكومة القادمة وستكون مستقرة وتمضي قدماً في عملية السلام مع الدول العربية والاقتصاد الإسرائيلي والحملة ضد العنف وأعتقد أن المستقبل الإسرائيلي مشرق جداً ونتانياهو سيتمكن من أن يكون القائد القادم هل لديك نفس وجهة النظر أستاذ سعيد بأن هذا انتصار كبير لليمين؟ لا باعتقادي أن السياسة الإسرائيلية والساحة السياسية في إسرائيل منقسمة على نفسها منذ عامين باعتقادي أن الأمور ستتضح في الأيام القريبة حتى يوم الجمعة ستصدر النتائج النهائية من لجنة الانتخابات المركزية بعدها نستطيع أن نحلل وأن نرى ما هي المعسكرات الموجودة حتى الآن هناك معسكر يمين يقوده رئيس الوزراء بن يمين نتانياهو ومعسكر خليط من يمين ومن يصار يقوده يئير لبيد وبالتالي المعسكرين يتنافسان أعتقد مساء الجمعة سنعرف الصورة بشكل أوضح لا لا أعطيني الآن بالنسبة إلى المعلومات المتوفرة الآن نتائج استطلاعات الرأي والتسريبات حتى هذه اللحظة والأرقام الموجودة الآن هل ترى بأنه انتصار كبير أو لا؟ يعني بإجابة باختصار إذا تكرمت أستاذ سعيد لا 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 أولا استطلاعات الرأي لم أخطأت كبيرا خطأ كبيرا بالنسبة للقائمة العربية الموحدة القائمة العربية الموحدة هي كما يبدو ستكون بيضة القبان في هذه المعركة بين المعسكرات ولذلك أنا لا أرى انتصار لنتانياهو بالعكس أنا أرى أن ما كان قبل عام هو ما يعني عاد على نفسه كل المعسكرين لن ينجح بتشكيل حكومة لوحده إلا إذا كان هناك اختراق للمعسكر المناهض لنتانياهو أمثال بينت وأيضا ساعر أو جانس نفسه وقانس عودنا أنه لما كان عنده 36 مقعد ذهب إلى نتانياهو وشكل معه الحكومة الأخيرة طيب هذا بضرورة سيجعل من القائمة العربية الموحدة ليست بيضة القبان إن كانت هي بيضة القبان اليوم وهي من سيحتاجه نتانياهو لإكمال 61 صوت هل حسمتم أمركم بمن سترشحون هل بالفعل ستدعمون نتانياهو رئيسا للحكومة أستاذ سعيد لا نحن بالفعل حسمن أمرنا نحن في معسكر قضايا مجتمعنا العربي قلنا هذا عند بداية الحملة الانتخابية ونقوله الآن ستصدر النتائج يعني خلال يومين أو ثلاثة وبعدها ستوضى على الطاولة القضايا الحارقة لمجتمعنا العربي قضايا الأرض والمسكن هدم البيوت الاعتراب بالقرى العربية في الجنوب هناك 45 قرية يعني في أسوأ الأحوال الاعتراب بالأراضي عضف إلى ذلك قضية العنف والجريمة والتخطيط والميزانيات والفقر يعني هناك قضايا حارقة بالنسبة للمجتمع العربي هذه قضايا وجودية هل ستدعمون ما هو الاسم الذي سترشحونه رئيسا للحكومة هذا هو السؤال سيدي هذا السؤال سابق لأوانه لأنه في حالة أنه تضحت الصورة وبالفعل القائمة العربية الموحدة هي بيضة القبان باعتقاد حينها سيعني يتضح تماما من هي الجهة التي تستطيع أن تقف في طلبات وشروط وقضايا المجتمع العربي يعني أقول ما في ترجيح من عند حضرتك أستاذ سعيد الآن لإسم لا 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 يوجد أي ترجيح نحن نتعامل مع المعسكرات بنفس النسبة نحن نرى في معسكر نتنياهو يمين متطرف ونرى في المعسكر الآخر خليط من يمين عنصري متطرف أمثال حزب إسرائيل بيتنا لبرمن وساعر وغيره صحيح أن المعسكر الآخر فيه بعض الأحزاب اليسرية ولكنها ضعيفة وليست ذات وزن سياسي الذي ممكن أن يشكل الحكومة من سيشكل الحكومة هو أيضا يمين وبشراكة مع يمين متطرف وعنصري هل هذا سيسبب حرجا أن انضمت القائمة العربية الموحدة ودعمت نتنياهو أستاذ رئيل برأيك كيف يمكن بعد ذلك إن كانت هذه التشكيلة هي المتوقعة أن لا يسبب حرجا مثلا عدم القدرة على التوفيق بينما سيقول سموتريتش وعباس مثلا منصور عباس ألن يشكل ذلك حرجا لنتنياهو لربما ستكون حكومة كل نائب فيها ملك أولا أنا أتفق أن علينا أن ننتظر النتائج النهائية التي ستعلن عنها لجنة الانتخابات المركزية وعندها سنعرف الأرقام النهائية ولكن للإجابة على سؤالك أعتقد أن الوقت قد حان للمواطنين الإسرائيليين العرب أن يفهموا أن هناك إمكانيتين خيارين أولهما الاستمرار في معارضة فكرة الدولة اليهودية وهذا المسار لن يؤدي إلى أي شيء الخيار الثاني في رأيي وهو الصحيح هو أن يفهموا فكرة الاندماج اندماج الإسرائيليين العرب في المجتمع وهذا هو المسار الصحيح إذا أردوا أن يحسنوا حياتهم حياة السكان في القرى العربية بناء طرق أفضل مساكن أفضل تعليم أفضل الطريقة الوحيدة هي دعم حكومة رئيس الوزراء نتانياهو وفيما يتعلق بمكانته الدولية أود أن أذكركم بأن حكومة نتانياهو اليمينية حققت في العام الماضي أربع اتفاقيات سلام مختلفة مع أربع دول عربية ولكن هذا ليس الجدل يا أستاذ رييل تمام ولكن هذا ليس الجدل الآن الجدل كان لربما يميل أكثر إلى طبيعة شخصية أكثر من ما حققه رئيس الوزراء اليوم يعني الجميع حتى من استضفناهم في الحر الليلة كان متفق على أن القضية تميل إلى أنه يأما نتانياهو أو غير نتانياهو ولا تسلط كثيرا الضوء إلى ربما على القضايا الداخلية أو ما أنجزه حتى رئيس الوزراء بنيمين نتانياهو في خلال فترة رئاسته السابقة تفضل بالبقاء معي أستاذ رئير وأستاذ سعيد أود أن نستعرض لربما المعطيات الآن في إسرائيل بشكلها الحالي المعطيات في إسرائيل بشكلها الحالي بعد فرز 97% من الأصوات تحتمل عددا من السيناريوهات وتوقعات شكل ائتلاف الحكومة المقبلة تشير النتائج نتائج الفرز الأولية إلى حصول حزب الليكود برئاسة نتانياهو على 30 مقعد في حين يحصل حلفائه حزب شاس على 9 مقاعد حزب يهودوت هاتورا على 7 مقاعد حزب الصهيونية الدينية يحصل على 6 مقاعد ما يعني حصوله على 52 مقعد من أصل 120 هنا يجب على نتانياهو السعي لضم حزب يميناء برئاسة نفتالي بنت الحاصل حتى الآن على 7 مقاعد ليحصل بذلك على 59 مقعد ويحتاج نتانياهو كذلك إلى ضم حزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس الذي حصل على 4 مقاعد وفق نتائج الفرز الحالية مقابل بعض الوعود لصالح المواطنين العرب ليضمن أغلبية في البرلمان ويتجاوز عتبة الواحد وستين تشير نتائج الفرز إلى حصول الأحزاب المعارضة على 56 مقعد فقط تتوزع بين قوائم هناك مستقبل أزرق أبيض إسرائيل بيتنا أيضا العمل أمل جديد ميرتس بالإضافة إلى قوائم عربية هذه الأحزاب تحتاج إلى القائمة العربية الموحدة برئاسة عباس أيضا وربما حزب بنت نفسه غير أن هذه الكتلة غير متجانسة سياسيا وتختلف بشكل كبير في مواقفها السياسية إن لم يتمكن أي طرف من الأطراف من تشكيل تحالفات جديدة تمنح الكتلة البرلمانية واحد وستين مقعد على الأقل أو تمنح واحد وستين مقعد هذا يعني فشل تشكيل حكومة جديدة وبالتالي انتخابات جديدة ستكون الخامسة من نوعها خلال عامين أعود مرة جديدة إلى ضيفي أستاذ سعيد وأستاذ ريال أستاذ ريال واضح بأنه بحسب النتائج الحالية أن بيضة القبان هي القائمة العربية الموحدة الآن نشاهد لربما بعض الوصوف التي تصف بها القائمة العربية الموحدة يا إير ابن رئيس الوزراء يقول لك بأنها هي ستكون حماس هذا هو تشبيهه حماس إسرائيل ولكن يبدو أن نتنياهو لا يكترث في خلاف عائلة حول ربما يعني مع أنه ابن قياده وفي الليكود هل ترى بأنه هناك يعني تجاوز لبعض المبادئ الآن مقابل ميول نتنياهو إلى الحصول أو تجاوز نسبة الواحد وستين صوت أو واحد وستين مقعد في البرلمان فهو لا يكترث ما هي القائمة العربية الموحدة أو ما ستمثله أولا هذه ليست الإمكانية الوحيدة نتنياهو لديه خيار آخر أن يغوي بعض أعضاء الكنيسة من المعارضة وإقناعهم بالانضمام إلى الحكومة هذا صحيح أنا أود أن أسمع عن هذا السيناريو تسمح لي أقاطعك أستاذ ريال أنا أود أن أسمع وجهة نظرك في هذا السيناريو أعرف وأعي تماما أن هناك الكثير من السيناريوهات وأن الخيارات موجودة ومفتوحة ولكن أود أن أسمع هذا السيناريو ثم ننتقل إلى قضية محاولة شق صف المعارضة الذي ذكره قبل قليل أسأل سعيد وقال لك قد يكون شق صف المعارضة أحد الخيارات حسنا السيناريو قائمة منصور عباس ودعمها لتحالف نتنياهو الحكومي في رأيي يمكن أن يكون خيارا عمليا ولا داعي أن ينضموا رسميا إلى التحالف ولكن يمكن أن يدعموا الحكومة في البرلمان ويدعموا ميزانية الحكومة التي تخصص مبالغ للسكان العرب وهذا حل جيد وإلا كما قلت إسرائيل ستتاجه إلى الانتخابات الخامسة وهذا ليس أفضل خيار هذا بالضرورة أستاذ سعيد الميول من قبل القائمة العربية الموحدة في هذا السيناريو إلى أن تقدموا شبكة أمان وعدم الدخول بتشكيل حكومة معينة كونك تقول بأن الطرفان اليوم ليس محببان من قبل القائمة العربية الموحدة يعني هو في العمل السياسي لا يوجد من هو محبب وغير محبب بل قضية ليست عاطفة أو قضايا شخصية وإنما هي أجندة سياسية أعلننا عنها قبل الانتخابات وعدنا بها جمهور القائمة العربية الموحدة وهذا ما سيحدث بالفعل القضايا الجمهور العربي ستوضع على الطاولة وهناك تحدي بين جميع الأطراف إن كان معسكر رئيس الحكومة نتنياهو أو المعسكر الآخر شبكة أمان يا سيدي ولا دخول شبكة أمان أم جزء من الحكومة نحن لسنا هناك في مرحلة شبكة أمان أو دخول في الحكومة نحن الآن في مرحلة تسبقها والمرحلة التي تسبقها هي قضايا المجتمع العربي من يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة والقضايا هذه تشمل تغيير قوانين سنة من قبل الحكومات إسرائيل المتعاكبة قدم لكم ليكود إغراءات حكومة تلبية المطالب في المناطق العربية هل ستميل القائمة العربية الموحدة إلى أن تكون شبكة أمان تمنع إسقاط الحكومة أم ستسعى لأن تكون جزءا من الحكومة يا أستاذ سعيد سؤال بسيط أنا لست من يتعامل مع الفرضيات بطبيعة الحال جزء من حكومة معينة هذا أمر مستبعد ولكن القضية الأساسية كما قلت هي أي جهة أو أي معسكر سيستطيع التعامل بواقعية مع القضايا التي ستطرح وهي قضايا شائكة وقوية ومؤثرة ستؤثر على حياة المواطن العربي في الداخل قضية ليست قضية فرضيات هناك أرقام هناك خبرة في الانتخابات ودائما التاج التي ستطلعها تكون قريبة وأن أخطأت نحن لا نفترض هنا نحن نحاول نبني على الحقائق المتوفرة حتى هذه اللحظة يا أستاذ سعيد تفضل أستاذ أريئيل ماذا بيد الليكود ليغري به القائمة العربية قلت بأنه لا ودل موضوع أن يكون القائمة العربية فقط قلت أن هناك خيار آخر إن لم ينجح إغراء القائمة العربية بماذا سيغري الليكود المعارضة ماذا سيعطيهم ليشق الصف ويأخذ جزءا يستبدل به خيار ذاب إلى القائمة العربية الموحدة كما قلت هناك خيار أو خيارات مختلفة أمام نتنياهو أولا لاتصال مع حزب منصور عباس وفي رأيي هذا هو أفضل خيار عملي ونحن نفهم أن قائمة منصور عباس عملية أكثر وهو مستعد لمناقشة قضايا داخلية تمس المجتمع العربي الإسرائيلي بدون محاولة فرض وجهات نظر وطنية أو إسلامية أعتقد أن هناك مساحة لمثل هذه المناقشات بين الليكود ومنصور عباس لدعم الحكومة بدون الدخول في الاعتلاف والخيار الآخر كما قلت هو محاولة جذب عضو آخر أو عضاء آخرين في الكنيست ليسوا بالضرورة من الأحزاب العربية نحن نتحدث عن حقيقة أن عدد من الأحزاب اليمينية تعارض السيد نتنياهو ليس بسبب أجندته ولكن بسبب موقفه الشخصي أو مواقفهم الشخصية تجاهو سيكون هناك ضغط كبير لدخول الحكومة لأن الحكومة يمكن أن تكون حل وسط وتوحد كل معسكر اليمين الإسرائيلي أستاذ رئيل شكرا لك رئيل بوشتين الكاتب في صحيفة إسرائيل هايوم شكرا لانضمامك إلينا ومن بئر السبع سعيد الخرومي عضو الكنيسة تعانى القائمة العربية الموحدة أشكركم أجلس